اهلا بحرككم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر ولسه عندنا مفاجآت كتير عندنا تغطية للسوبر وعندنا كمان اخبار عن مباراة البكرة المهمة جدا بين الاهلي وفيوتشر وعندنا كمان في حصاد الاهلي خط احمر عندنا سؤال مهم جدا شاركنا على هاشتاج الاهلي خط احمر ومن وجهة نظرك ايه افضل هدف النادي الاهلي سجله سنة 2021 انت رأيك يا فارس افضل هدف ايه رأيي هدف طاهر لان انا بحب الحاجات اللي فيها دراما ومعاناة وشايف طاهر بالظروف اللي كان نفسيا فيها بتسجيله الهدف بان الهدف بطولة ده بالنسبة لي هدف السنة انا كنت اختار طاهر بس بما انك اخترت طاهر اختار هدف تاني عشان برضو نعمل تشويق انا بالنسبة لي ادي سؤال حالة النهاردة ما هو افضل هدف سجله الاهلي في عام 2021 على هاشتاج الاهلي خط احمر وكالعادة مع حضراتكم هنستعرض تويتات حضراتكم في خلال فقرات البرنامج ولكن بما ان فارس قال طاهر وانا متفق ان هدف طاهر هدف بطولة هدف توقيت كتير جدا يعني هنفضل فاكرينه طول الوقت ويكون من ضمن الارشيف بلاس 90 اللي بنتكلم فيه ولكن بما ان قال طاهر فانا اقول كمان رابونة السلية وهدف محمد شريف في مبارات الكماسية اصلي كانت الاهدف كتير في المدش ده فما تحسش هدف واحد معلم معك هم كلهم حلوين هم كلهم حلوين